شهداء مجزارة جسر السينيك وساحة الخلان وسط بغداد متظاهرون اعتصموا من أجل استرجاع وطنهم السليب فباغتتهم الميليشيات المسلحة وانقضت عليهم في جنح الظلامي في السادس من شهر كانون الأول الجاري مطلقة عليهم الرصاص الحية بلا شفقة أو رحمة حصيلة المجزارة الدامية كانت أكثر من خمسين شهيدا وأكثر من مئة وخمسين من الجرحة المتظاهرون المعتصمون في الساحات وأهالي الشهداء ومنذ ذلك اليوم ينتظرون نتائج التحقيقات في المجزارة لعلها تخفف بعضا من أوجاعهم لكن شيئا لم يحدث حتى اليوم في غمرة الأحزان التي يعيشونها بحث المتظاهرون عما يخفف عنهم فلم يجدوا سوى استذكار سيار الشهداء واسترجاع صورهم ترياقا ينزع عنهم قليلا مما يعتصر قلوبهم من ألم لم يكتفي المتظاهرون بتوثيق الشهداء ذهبوا أبعد من ذلك بتوثيق أدوات القتل التي استخدمتها الميليشيات وفتكت برفاقهم خلال المزرة واجتملت على الأسلحة والعبوات الناسفة وطلقات الرصاص الحي التي أطلقت باتجاه المتظاهرين في جسر السينيك وساحة الخلاني والأصفاد التي استخدمتها تلك الميليشيات لتكبيل بعض المتظاهرين وتعذيبهم وإلى أن تتكشف أسرار المزرة ويقدم منفذوها للعدالة يبقى الإصرار على المضي قدما في الثورة بالرغم من القمع الحكومي والميليشيوي الدموي لها قوة ترافق المعتصمين في الساحات والشوارع قوة تجهل معاني التراجع والخوف ولا تعرف في قاموسها سوى معاني الصبر والشجاعة والإقدام